أهلاً أعزائنا المشاهدين أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور على القناة الفضائية القناة الحياة المسيحية وموضوع حلقتنا هو سؤال وجه إلينا عدة مرات ولكن للأسف وجه بطريقة اتهام وبطريقة لتشويه الحقائق فالسؤال هل شجع المسيح أتباعه على حمل السيف وعادة هؤلاء المدعين يقتبسون آية من بشارة متى في الإنجيل المقدس الإصحاح العاشر وخليني بعد إذنكم أقرأ هذه الآية في آية 34 لا تظنوا أني جئت لألقي سلاماً على الأرض ما جئت لألقي سلاماً بل سيفاً فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنة ضد حماتها طبعاً هذه الآية التي تستخدم وطبعاً ما زال غير المسيحيين يبحثون عن كلمة أو اصطلاح موجود في العهد الجديد حتى يستخرج الكلمة من النص الكتابي من صياق الحديث أو على خلاف الصياق وطبعاً كل المحاولات هو لتشويه كلام المسيح والسؤال لماذا؟ بكل بساطة لكي يخدعوا البسطة الذين لا يقرؤون لكي يثبتوا أن المسيحية والإسلام متساوون في الدعوة إلى القتال طالما أن الإسلام يدعو إلى القتال فإذن حاولوا يجدوا آية بالعهد الجديد مجرد كلمة حتى يحطوها ويدعوا أن المسيح يدعو إلى حمل السيف وهذا يدل على شيء يدل على فساد هذا الشخص ولسيما الأشخاص المدعين أكيد بيقرأوا الكتاب المقدس وأكيد قرأوا كل الإصحاح ومجرد أنك تقرأ الإصحاح وتخرج هذه الآية من صياقها حتى تدافع عن دينك فهذا يعتبر فساد ولكي أريحك أنا ضد أي شخص سواء مسيحي أو مسلم بيستخدم أي كتاب حتى يطلع مجرد آية أو فكرة خارجة عن صياق حديثها فلازم المفروض يقرأ كل الصياق ويقرأ التفسير حول هذه الآية وبناء على التفسير وما تفكر أنت به أو ما أنا أفكر به فهذا يكون قانون التفسير قارنين الروحيات بالروحيات ولكن المسيح قال عبارة مهمة جدا من ثمارهم تعرفونهم فإذن كل شيء في حياة أي شخص هي الثمر فإذن عندي عدة أسئلة السؤال الأول هل حمل المسيح السيف السؤال الثاني هل حمل أتباع المسيح السيف ثم السؤال الثالث ماذا كانت ردة فعل يسوع المسيح لبطرس عندما استخدم السيف وماذا كانت ردة فعل المسيح في المحاكمة كيف تصرف في المحاكمة مع أنه يحاكم ظلما وشهود زور ومع كل هذا كيف تصرف يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر